عايزة عرف من حضارك البداية يعني الحقيقة انه مصر هي مقبرة للغزاة شهداء كتير جدا مصر قدمتهم من زمان يعني من عصور حتى مختلفة طبعا مرورا بالفريق عبد المنعم رياض والمنسي ورفاقه وغيرهم كتير وكتير قائمة الشرف الحقيقة طويلة لكن دايما معروف ان العقيدة المصرية يعني هي عقيدة راسخة وعقيدة قوية يمكن دايما في ناس تقول ما كل الجيوش في الدنيا عندها عقيدة وإيه المختلف لكن الحقيقة انه دايما المصري مختلف والعقيدة فعلا عقيدة الجيش المصري مختلفة وزي ما كنا نتكلم في بداية الحلقة واستشهدنا بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام خير وأجناد الأرض هو كلام سؤالك مهم جدا يا سيدة جمانة فعلا في عقيدة القوات المسلحة اللي هي عقيدتها النصر أو الشهادة ولكن العقيدة بقى مهمة جدا ودائما نقول هذا المثال وهو الشهيد اللغم البشري ايه اللغم البشري ده نحن نعلم من اللغم ده مكان بيدمر الدبابات والمركبات بينحط في الأرض كده خرصة أو بالليل وتجي دبابة تمشي قوم ينفجر هو في حرب 73 هذه الحرب العظيمة اللي ما زالت نتائجها تدرس في الأكاديميات والمعاهد العسكرية حتى الآن في 73 كان مخطط أن دبابات الإسرائيلية تهاجم قواتنا عثناء موجات الاقتحام ولسه دباباتنا لم تعبر فكان تخطيط قواتنا القوات المسلحة طبعا ما سابتش لا شاردة أو واردة اللي فكرت فيها طب نوقف الناس إزاي وما الجيش تتعامل مع القوات التي ستعبر قناة السويس فيه شهداء ترحوا ومنهم هذا الشهيد اللي هو اللغم الباشر قوات من الصعقة ومعاهم مغزوفات ضد الدبابات زي أربجي زي مغزوفات موجهة من ضد الدبابات طلعوا لغاية عندهم وعشان يوقفوه عشان قواتنا تعبر ويبقى احنا عطلنا هذا لت من التدقل في أعمال القتال الزخيرة خلصة فما كان من جندي أنه هو يحط لغم على ظهره تخيل الموقف من فينا أو من فيكو يقدر يعمل هذا الموقف لا فيه يعني أنت تقدر تعمله أكثر يا محمد صعب لا بجد الله أن حد يضحي بحياته صعب جدا حط لغم على ظهر واقترب لغاية ممر الدبابات اللي جاية منه ونام على الأرض مش نام يعني يرتاح هو نام عشان الدبابة تمشي من عليه عشان تنفجر عشان توقف الريتل اللي وراها وينجع عبور قواتنا وتنجع قناة السويس وهو ده الفرق هي دي العقيد أنا متأكد أن كل شبابنا يستطيع أن يقوم بذلك وأكثر ليه بقى أنا نتفق مع حضرتك في المحاضرات يعني مثلا جمانة تقدر تعملها جمانة نتفق إحنا دايما في وقت الشدة فعلا هذه هي الفتاة المصرية فعلا في وقت الشدة كلنا بنكون جاهزين ومحدش فينا بيخاف وشفنا دا لا شفنا كثير شبابنا والفتيات حتى وقت زي ما حدت تتكلم يمكن في مثال الشهيد المنسي طبعا ورفاقه يعني العدو كان مختلف يعني ما كانتش الحرب المعتادة حرب تقليدية بالضبط لكن الحرب الآن حرب الأرباء حرب الإرهاب بنولها حرب الأشباح شباح ما بتشوفيش حد ده واحد بالليل يحط لغم في الأرض يحط لك حبوة ناسفة تيجي تتحرك قواتنا أثناء المدامة أو بنسميها الحرب ألا متماثلة أسيمتريكال وورفايد مش حرب من جيش نظام أو الحروب غير النمطية أتيبيكال وورفايد ما فيش جيش قدام جيش ده جماعة كده صحيح مستبيعة مواخدين تمويل واحد يقولهم موبيعة وتمويل نعم والدليل على ذلك إن في سبعة سبعة 2017 الجماعات الإرهابية اللي كانت في كمين البارث في الشهيد أحمد منسي وإحنا بنتفقد جسسهم والمركبات المدمرة وجدت عربات بها حقائب الحقائب دي فيها أموال محروقة فيها دولارات يعني هما ماشيين بالتمويل بتاع بدون تقعشان كده ظهر خلال الأسبوع الماضي تقرير من الأمين العام الأمم التحد بيتكلم عن الإرهاب في العالم وذكر مصر على وجه الخصوص كتجربة صفحة هو واحد وعشرين صفحة منهم صفحة سبعة لمصر بيقول إن مصر من 2019 ما فيش عملية إرهابية الحمد لله